مرحبا يا أصحابي بدي رحب فيكن بحصة جديدة من برنامج مدرستي هيدا حصة الرياضيات أنا شمس بعلمكن هيدا المادة واليوم كمان رح يكون عنا إشياء كتير مهمة رح نتعلمها سوها حضروا حالكن وما تنسوا دفتركن والألم حتى تكتبوا كل شي بخط حلوء ومرتب إذا ملاحظين هون قدامي فيه صور لفويكي فروتز هون عندي تشاريز يعني كراز وهون عندي جريبز يعني عنم عندي خلينا شوف قديش عدد تشاريز اللي هني قدامي بس رح أعمل skip counting by two بتتذكروا skip counting by two رح عدن two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, twenty, twenty, twenty-two, twenty-four, twenty-six, twenty-eight, thirty, thirty-two, thirty-four, thirty-six, thirty-eight, forty, forty-two, forty-four عندي fourteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty-one, thirty-two عندي ثورتي تو غريبز عندي 44 شاريز and ثورتي تو غريبز داوتا نلاقي تقريبا قديش عندي فويكي هون قدامي let's estimate the number the sum اوكي تناعمل estimation لازم نلاقي the nearest ten nearest ten لل44 نطلع على الones هي 4 اصغر من 5 يعني the nearest ten هي 40 nearest ten لل32 بتطلع على الones هي 2 اصغر من 5 يعني the nearest ten هي 30 بعمل mental math 00 بكتب الجواب 3 plus 4 بيعطيني 7 تقريبا تقريبا انا عندي هون 70 fruits 70 اوكي اليوم بحستنا رح نتعلم اكتر عن الادشن طبع 2 digit numbers اكيد خليكن معنا وتابعوه ورح نروح سوا هلأ للفقرة اللي جاي 358 358 is the standard form how much is each of these digits worth the three is in the hundreds place the five is in the tens place and the eight is in the ones place and the eight is in the ones place and the eight is in the ones place this is the expanded form 300 plus 50 plus 8 equals 358 taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form خلونا سوا أصدقائي نحل هيدا التمرين على اللوح رح أقري لكم السؤال بيقول use mental math to add شفنيها قبل use mental math يعني بسرعة بدي أعمل بعدين اكتبوا الجمل يلي هنه حسابية مع الأرقام to continue the pattern تناعمل the pattern تتذكروا pattern يعني نمط بدنا نكمل النمط متل ما هنه ماشيين هلأ منشوفه مع بعض نحنا عنا 22 plus 20 متل ما تعلمنا نطلع دايما على الones ونجمعون zero plus two two ومنحطة بالplace طبع الones الجواب zero plus two بيعطيني two نرجع مننتقل لل tens two tens وهون two tens two plus two بيعطيني four بحطة بالplace طبع tens بيطلع الجواب عندي forty forty two five بالplace طبع ten بيطلع الرواب fifty two تالت تالت وحدة نفس الرقام لاحظوا twenty two plus هالمرة forty نفس الطريقة نروح على الones zero plus two بيعطيني two بحطة بالplace طبع الones بروح على tens four plus two بيعطيني six بحطة بالمحال طبع tens times لحظتوا شي نحنا عم نفتش على pattern على نمط يعني شي عم يتكرر طلعوا منيح لاحظوا ان هون twenty two twenty two twenty two بعد نفس الرقم عم يتكرر يعني فين نكمل واكتب هون twenty two twenty two twenty two ملاحظة تانية انا لحظت ان هون كنا twenty صرنا thirty forty عم نعمل counting by ten كل مرة tens عم بزيدوا واحدة two tens three tens four tens في يكمل five tens six tens seven tens في يكمل بعد والجواب فين اجمعن فين اعمل zero plus two two five plus two seven فين اكمل بهايدا الطريقة اللي بلشت فيها يعني بجمع الones مع بعضن بحطها بالones place برجع بجمع tens مع بعضن وبحطها بالtens place بس لانو عم بعمل pattern يعني نمط عم يتكرر شوفوا شو صار عندي هون صار عندي forty two fifty two sixty two seventy two شو رايكون نكمل eighty two ninety two كملت من دون ما اعمل الادشن ليش؟ لانو صار عندي pattern نمط شي عم يتكرر وعم بيكمل ازا جيت بدي اجمعون رح لقي انو الجواب صحيح تعووا نجرب هوني twenty two plus sixty بجمع الones zero plus two بيعطيني two بجمع التنز six plus two بيعطيني eight جواب هو eighty two صحيح zero plus two بيعطيني two nine افون seven plus two بيعطيني nine والجواب صحيح يعني حتى لو انا ما جمعتهم كملت الباترن طلو عندي الاجوبة صحيحة لاحظنا انو هوني نفس الرقم twenty two هوني we're counting by ten twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty في انكمل وهوني دايما الرقم عم بيزيد one ten الones عم بيضلوا نفس الشيء والتنز عم بيزيدوا one four زيادة one صارت five five زيادة one صارت six six زيادة one صارت seven seven زيادة one صارت eight eight زيادة one صارت nine وبهاي الطريقة منكون عملنا الباترن وجوابنا على السؤال رح نكمل هيدا التمرين بس بالفقرة اللي جاية خليكن معنا لكن هلا رح نتابع التمرين نفسه مع مثال آخر لكن خلينا ذكركم بالسؤال use mental math بنا نستعمل المنتل math to add بنا نعمل الaddition then write the number sentences بعدين بنا نكتب الجمل الحسابية to continue the pattern تحتى نكمل النمط the pattern متل يلي شفناه قبل شوي المثال الآخر اللي عنا هي هون هو forty eight plus ten رح نعمل المنتل math to add zero plus eight بيعطيني eight four plus one بيعطيني five الجواب بيطلع fifty eight جمعنا الones حطينيها بالones place جمعنا ال tens حطينيها بال tens place نفس الشي رح كرر بنجمع الones zero plus eight بيعطيني eight بحطها بالones place two plus four بيعطيني six بيطلع الجواب sixty eight كمان forty eight plus thirty بيجمع الones zero plus eight بيعطيني eight بجمع الones three plus four بيعطيني seven بيطلع الرواب seventy eight شو هو الباترن يلي عم يتكرر النمط طلعوا منيح لاحظوا كتير منيح انه هيدا الرقم عم بيضل هو نفسه forty eight forty eight forty eight إذا بدي اكمل انا الباترن لازم ارها اكتب forty eight forty eight forty eight forty eight forty eight باترن يعني شي عم يتكرر بلاحظ أو يعني فكرة معينة عم ضل اعملها مثل مثلا هون شوفوا شو هو الباترن كاني ten twenty thirty دايما هيدا ten عم بتزيد يعني فينى يكمل forty fifty sixty seventy فينى يكمل ليش؟ لاحظت انه ten عم بتزيد واحدة الones عم تضالة هي زيتا والتنز عم بزيدو كل مرة واحدة وان two three four five six seven كأنني عم بعمل كاونتنج باي ten كأنه عم نط ten عم بعمل كاونتنج باي ten سكيب كاونتنج تتذكروا؟ الجواب نفس الشي متل ما قلتلكم قبل شوي فينى اجمعون فينى اعمل zero بلاس eight بيعطيني ايت وبحطها بالونس بلايس four بلاس four بيعطيني ايت بحطها بالتنز بلايس بس فينى كمان ما اعمل الادشن فينى اطلع على الباتن كمان هون بالاجوبة عند الايت عم تبقى هي زيتا دايما فينى اكملها الونس دايما هي ايت ولاحظوا التنز عم بيزيدوا كمان عم بيزيدوا one five زيادة one صارت six six زيادة one صارت seven seven زيادة one صارت eight eight زيادة one صارت nine nine زيادة one صارت ten ten صارت زيادة one صارت eleven وهيك نحن هلا هون وصلنا لرقم جديد رح تتعلموا بعدين بس بهيك طريقة منكون كملنا النمط بشكل منطقي حتى لو جينا تنجمعون رح نلاقي انه الاجابة صحيحة ورح تكون نفسها خلينا نجرب zero plus eight بيعطيني eight five plus four بيعطيني nine الجواب هو زيتو 98 كتبوا هيدا الاجوبة وهيدا الافكار عندكن على الدفتر بخط حلو خليكن متابعين معنا لانه سوا رح ننتقل لاخر فقارة بحصتنا موسيقى let's estimate the sum 38 green balls plus 21 yellow balls the nearest ten of 38 is 40 the nearest ten of 21 is 20 40 plus 20 equals 60 we have around 60 balls in all 43 vanilla cookies and 48 chocolate cookies the nearest ten of 43 is 40 the nearest ten of 48 is 50 40 plus 50 equals 90 we have around 90 cookies وصلنا مع بعض لاخر فقارة بحصتنا لليوم رح علمكن شي جديد تركزوا معي كتير منيح شفتو هولي الإكويشنز بدنا نحللون شوفو كيف عندي 74 plus 12 هيدا adding across بتتذكروا لما عملنا adding down يعني اول شغلة لازم اعملها لازم اكتبون بهيدا الشكل 70 74 plus 12 تحت بعضن بهيدا الشكل بهيدا الطريقة أول خطوة لقدر لقي الجواب لازم اكتبون بهيدا الشكل بعدين تاني خطوة هي إنه بجمع الones مع بعضن وبحط الجواب تحت يعني 4 بلاس 2 بيعطيني 6 7 بلاس 1 بيعطيني 8 جاوب هو 86 اوكي اول خطوه هي انه اكتبون بهيدا الشكل adding down ثاني خطوه بجمع الones مع بعضهم وبكتب الجواب ثالث خطوه بجمع الones مع بعضهم وبكتب الجواب بيصير عندي الجواب النهائي راح نتابع مع كل هول امثلة الموجودين على الوح عندي 13 plus 84 3 plus 4 4 بجمع الones بيعطيني 7 1 plus 8 بيعطيني 9 الجواب هو 97 اول خطوه اذا اكتبون فوق بعضهم متل ما عملت يعني المثل التالي 21 plus 27 بدي اكتبه هيك 21 plus 27 ثاني خطوه بجمع الones مع بعضهم 1 plus 7 بيعطيني 8 بعدين بجمع الones مع بعضهم 2 plus 2 بيعطيني 4 الجواب هو 48 48 21 plus 27 بيعطيني 48 44 plus 33 اول خطوه بكتبون تحت بعض 44 plus 33 تاني خطوه بجمع الones 4 plus 3 بيعطيني 7 تاني خطوه بجمع الones 4 plus 3 بيعطيني 7 الجواب هو 77 منتقل للامثلة التالية 60 plus 13 رح اكتبون تحت بعضهم 60 plus 13 بعدين بجمع الones 0 plus 3 بيعطيني 3 بعدين بجمع التانز 6 plus 1 بيعطيني 7 والجواب هو 73 32 plus 46 كمان 32 plus 46 كتبت بهيدا الشكل 2 plus 6 بيعطيني 8 3 plus 4 بيعطيني 7 والجواب هو 78 92 plus 4 اكيد لانه هوني عندي بس رقم واحد يعني هو ones ما فيو 10 ضروري حطو تحت الones بحط الفور هون تحت الones ما بحطه تحت ال9 لانه ما عندي 10 انا هون عندي بس ones بحطه بهيدا الطريقة لحتى بصير الجواب صحيح عني اوكي يعني هوني 92 هي 2 plus 4 الفور هي ones بجماعة مع 2 2 plus 4 بيعطيني 6 و9 كأنه plus 0 لانه ما عندي 10 بتضله 9 والجواب بيطلع 96 26 45 45 plus 51 بكتبه بهيدا الشكل 5 plus 1 بيعطيني 6 4 plus 5 بيعطيني 9 والجواب بيكون 96 كمانه 22 plus 46 22 اول خطوة بكتبن تحت بعنون تاني خطوة بيجمع ones 2 plus 6 بيعطيني 8 تالت خطوة بيجمع 10 2 plus 4 بيعطيني 6 الجواب هو 68 80 plus 10 نكتبن تحت بعد 0 plus 0 بيعطيني 0 8 plus 1 بيعطيني 9 الجواب هو 90 91 1 plus 7 وين بحط 7 تحت 1 صحيح لانه هي ones مش tens فليزم اكتبه بهيد طريقه يعني 1 plus 7 بيعطيني 8 و 9 plus كأنه 0 ما عند شي بيعطيني 9 والجواب بيكون 98 28 اخر مثال 39 plus 20 بجمع الones يعني 9 plus 0 بيعطيني 9 3 plus 2 بيعطيني 5 يعني الجواب بيكون 59 سهل هيدا الطريقه مشاك اكيد صرتوا تعرفوها لانه عملنا كتير امثلة عليها كتبوهن عندكن ورجعولون دايما وفهموهن منيح لحتى تعرفوا دايما كيف تجمعو 2 digit numbers مع بعضن وهلق يا اصحابي هيدا كانت اخر فقرة بحصتنا رح وداكن بديكن تعرفوا انه انتو كتير شاطرين لانه اكيد عم بتحلوا عندكن بشكل صحيح الاشيه اللي عم علمكنيها هون هلا رح وداكن خلصت حصتنا لليوم رح ارى ارتقي فيكن بحصة جديدة 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 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30.